السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة زكاة الفطر هي فارضة من الفرائد الدينية شرعها الله عز وجل لعباده المؤمنين في السنة الثانية للهجرة ودليل مشروعيتها هو قول الله تعالى قد افلح من تزكى وذكى ربي فصلى اسمه ربي فصلى فقد افلح من تزكى ان الذي يصوم رمضان لكي يصل الى دجرة الفلاح لابد ان يزكي هذه الزكاة هي ليس زكاة الاموال هي زكاة الابدان زكاة الاموال كتكون للاغنية لابد ان يبلغ النصب اما زكاة الفطر هي للابدان تخرج على الكبير والصغير الذكر والانتا حتى الطفل الى كان جنين واستهل بالصياح ليلة العيد توي يخرج واحتى العبد لك النظام العبودية ايام زمان فيتخرج على الجميع والحكمة من ذلك كما قال سيدنا عبد ابن عباس فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم سكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفت وطعمة للمساكين فغايتها اثنان اول حاجة المصلحة للصائم فالصائم الصيام يبقى معلق بين السماء والارض حتى يخرج زكاة فطره لان الصائم في رمضان قد يصدر عنه بعض الامور المحرمة كلغوين او رفتين او نميمة او غيبة او ربما نظراته لم تكن يتوقع الحرم فهذا سكاة الفطر بالنسبة للصائم طهرة بحل سجد السهو بالنسبة للمصلي وقالي سهو في الصالة كذا سجد السهو القبلي او البعدي كذلك الصائم هو المستفيد رقم واحد اما بالنسبة للمسكين طهرة للصائم وطعمة للمساكين اننا نوسع على الفقراء وعلى الضعفاء وعلى الارامين وعلى الايتام نوسع عليهم في هذه الليلة حتى لا يضطروا للتسول هذه السكاة هذه الناس كتسألوا ما قيمتها القيمة دي لك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت صاعا من غالب يقوتي اهل البلد الناس اللي كيكلوا مثلا في المغرب عدنا الناس كيكلوا القمح والشعير كنخرزوها قمح والشعير او دقيق في المشرق الناس كيكلوا الارز وفي اسيا محل بانغلاديش باكستان مسلمي الهنود كيكلوا الارز كيخرجوا من الارز دول الخليج كيكلوا التمر والرطب كيخرجوها من التمر فهو غالب قوتي البلد احنا في المغرب كنخرجوها قمحا او دقيقا او شعيرا حسب لكن العلماء قالوا بان في عهد النبي الكريم كانت المقايدة قليلة لهذا يجلسوا اخرجوها نقدا لنلقوا حدفئة من الفقاك يقول لك لا لابد ان نتمسك بظاهر الكتاب والسنة ولكن فقاة آخرك يقول لك لا نتمسك بمقصد الكتاب والسنة والتعليل لماذا شرعها الله تعالى من باب التكافل والتضامن والتوسعة على الفقراء وهذا المقصد يتحققه نقدا فالنقض هو أولى من أن نعطيها قمحا او شعيرا الى ما نخرجوها دقيقا هو قدرها العلماء في المجلس علم الاعلى في المغرب قدرها جوش كيلو ونص دقيق لكل نفر يعني المرأة واحد الزوج الأولاد دكور والإينات احتى الخادم لك أنوا عندك احتى والدك كل واحد جوش كيلو ونص دقيق او ترطى نقدا قدر العلماء بخمسة عشر درهاما منهم من قال نبقى في هذه الحدود لكن المقصدين يقولك لا بدءا من خمسة من زاد عن خمسة درهم بيعطي خمسة درهم ميد درهم له ذلك فهو خير كبير يعم على الجميع ويمكن هذه الصدقة نعطيها للفقراء والمساكين واحتى الفقير احتويه خرج الزكاة عن نفسه لأن الغني يزكي بها نفسه والفقير يعوده الله عليها عشرة بالاضعف المضاعفة وتخرج في الوقت ديالها الشرعي هو في شروق شمسي شمسي العيد قبل سنة العيد قبل سنة العيد هتخرج والوقت الشرعي ديالها هو غروب اخر يوم في رمضان منك تغرب الشمس اخر يوم في رمضان انتهى رمضان ورا المغرب انتهى رمضان بدأ شوال لكن الفقه من ببتسير قال لك ممكن ان نخرجها يوما قبل ذلك او يومين او ثلاث ايام وديفة والشرعية ذكرها علماء المغرب في المجلس العلمي الاعلى يعني ممكن ثلاث ايام قبل لان الفقير محتاج يقتني بعض المواد الغدائية يقتني البيسة لأولاده يقتني حلويات فيلخلنا نهار ديال غد كل محلة تجارية مغلقة وغير بقفلس في الدي دون استفادة شباب لكي يشوف خارج ارض الوطن في اوروبا في فرنسا في اوكرانيا في كده فكي سألت السؤال باستمرار هو بالخيار الى كان ذاك الشاب عنده القدرة والبلد اللي فيه كين الفقارة مسلمين نعطيها نعطيها في البلد اللي هو عيش فيه الافضل اذا تعبر عليه تنوب عنه امه او ابو وليه امره ينوب عنه وليه امره ويخرجه عنه داخل ارض البلد نقل العلم بان ارض الاسلام صارت كلها عبارة عن ارض واحدة هذا المفاهيم كانت ايام زمن كانت بلاد الاسلام بلاد الكفر وكان المسلمين قلال اما الان الحمد لله يقولك الارض كلها ارض لا اله الا الله اينما اخرجتها ففعل فائدة المهم ان تخرج هذه البركة قبل صدد العيد وتعطى للفقراء يستفيدون منها دون المقصد الاعلى يستفيدون الفقراء سواء اخرجها الطالب او تنميذ بنفسه سواء او كلا ولي امره امه او ابا في بلده كله جائز بامر الله السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله